نظم قسم الثقافة بهيئة علماء المسلمين محاضرة جاءت تحت عنوان مفهوم الثقافة المحددات والخصائص بحضور الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين وعدد من المثقفين والصحفيين والإعلاميين وتناول مسؤول قسم الثقافة حارث الأزدي في محاضرته التعريفات اللغوية والاصطلاحية للثقافة موضحا بأن مصطلح الثقافة لم يكن موجودا في السابق بل هو من مخرجات العصر الحديث من خلال البحث والمطالعة لم أجد عند الأقدمين تعريفا اصطلاحيا لكلمة الثقافة لأنها لم تكن متداولة سابقا أنها من مخرجات العصر الحديث وعدم وجود التعريف الاصطلاحي لهذا العلم لا يعني أنه عدم وجوده مثلما يعني تعامل العرب في علم العروض لكنه اكتشفه الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا يعني أنه لا يعني أنه لم يكن موجودا قبله كما عرج الأزدي على مدلولات ومعاني الثقافة فذكر منها السرعة في أخذ العلم والتهذيب والفطنة والذكاء وإقامة المعوج من الأشياء نبدأ بمعنى كلمة ثقافة وثقافة الأول الحذق والفطنة والثاني السرعة في أخذ العلم والثالث هو التهذيب والرابع إقامة المعوج من الأشياء والخامس هو الإدراك والظفر الثقافة كلمة مشتقة من الجذر ثقفة فيقال ثقاف الرماح بمعنى تسويتها وتقويم عجاجها ومن معانيها أيضا الحذق والفطنة والذكاء يقال ثقف الشيء أي عرفه وحذقه بمعنى مهر فيه يعني الحاذق في الشيء هو الماهر فيه وهو من معاني ثقافة والثقيف هو الفطين وثقف الكلام أي فهمه بسرعة ويوصف الرجل الذكي بأنه ثقف وكثيرا ما يرد في وصف علمائنا لأحد تلامذتهم مثلا يقول إنه فتى ثقف لقف بمعنى يفهم بسرعة ويتلقف المعلومة وأكثر من أقرانه يشار إلى أن مفهوم الثقافة بدأ في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بهدف تحسين مستوى الأفراد وإصلاحهم كما يهدف مفهوم الثقافة المعاصرة إلى تنمية النواحي الفكرية والجمالية والروحية ترجمة نانسي قنقر